أنا شيماء بتقول إن هي بتقطع هي 21 سنة وبتقطع في الصلاة بتقول أنا ما كنتش مواصبة على أداء الصلاة بس الحمد لله بدأت أصلي ومتمسكة بالصلاة وببتدي أحفظ القرآن الكريم ربنا يفتح لك وتكوني من حملة القرآن بس مش عارف أعمل إيه في الصلوات اللي فاتتني مع العلم إني بشتغل مش عارف أجمع الصلوات اللي فاتتني أرجو الرد وأنا متزوجة وعندي ولد وعايزة أعرف الدكتورة حترد حاضر يا شيماء شيماء قضاء فوائد الصلاة إذا تراكم عدد كبير على الإنسان من بعد ما أنت بلغت الحيض من وقت ما بتتكلفي بضرورة أن عليك الالتزام بأداء الصلوات على وقتها أنت يا شيماء هتعملي الآتي الوقت اللي تفضي فيه خدي نية أولا التوبة والاستغفار زي ما قلت لحضرتكم أنا عندي سواء قصرت أو لم أقصر علي بأن أنا أكثر من الاستغفار التوبة عمل قلبي أني بندم على التقصير مجرد إحساسك العالدة أن أنا ندمت أني أصرت وأن أنا ما قمتش بأداء الصلوات العلية وأن أنا إزاي كنت أدر يعني أن أنا لا أتوجه إلى أداء الصلاة على وقتها وهي من أحب الأعمال إلى الله الحركة القلبية دي والندم القلبي ده دي توبة ثم الإنسان يتجه بعد ذلك بلسانه يتوب إلى الله مستغفرا يستغفر الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تكون التوبة بالجوارح يقلع العبد عن الشيء الغلط اللي كان بيعمله وبالتالي أن أنا كنت مقصر في الصلاة فبدأت أرجع فبدأت أؤدي الصلاة فأنت جمعت هذا الأمر ليه بنقول نقدم التوبة والاستغفار لأن إحنا عندنا رأي الجمهور بيقول في قضاء فوائد الصلوات الكثيرة اللي فاتت الإنسان عامدا أنه سبها متعمد في أيام مضت كثيرة أنه في الحالة دي رأي الجمهور الوجب عليه القضاء يحصي عدد الصلوات لفاتته عليه أنه هو يقضي هذه الصلوات طيب دي حاجة الحاجة التانية في عندي رأي تاني بيقوله هو رأي الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم تلميذ الإمام ابن تيمية عليهم الرحمة والرضوان قال على الإنسان أن يتوب ويستغفر ويكفيه ذلك وعليه أن يكثر من النوافل ومن صوالح الأعمال ومن النوافل من باب إن الحسنات يذهبنا السيئات فإحنا بنقول يا جماعة الأولى أن نجمع بين الرأيين لخطورة أمر الصلاة فنبدأ بالتوبة والاستغفار كما علمنا النبي عيسى والسلام وزي ما استند في هذا الرأي الإمام ابن تيمية هو من تبعه في ذلك الوقت أقدم التوبة والاستغفار وأجمع أخذ رأي علمائنا لفاض الجمهور أهل الفضل والعن كذلك أعملي أخذ نية بالقضاء ما عنديش وقت كل ما يتيسر لي وقت أقوم واخد كده صبح وضهر وعصر ومغرب وعشاء أو زي ما بعض بيعمل يصلي مع كل صلاة تاني أو إنه مثلا في وقت الليل لو عندي وقت أقوم أصلي من اللي علي أصلي الفرد الأول وبعد كده أقوم بقضاء الفرد الحاضر الأول وبعد كده أصلي الفرد اللي فاتني أداءه اللي أنا بصليه قضاء وليس بأصليه أداءا أبتدي بأداء الفرد المطلوب وبعد كده أخذ فرد تاني معاه طيب أنا عملت كده وجيه كان عندي متسع بالليل من الوقت أبتدي أقضي مما علي يبقى الإنسان ابتدى الأمر بالتوبة والاستغفار وتوجه إلى الله تائبا فارا مما قصر وأزنب فيه في حق الله وفي نفس الوقت خذ نية بالقضاء وابتدى فالإنسان حتى لو وفته المني على هذا الحال فأمره إلى الله سبحانه وتعالى وربنا غفور رحيم الإنسان يبتدي في إنه بالتوبة والاستغفار في حضرة الله سبحانه وتعالى مع أداء ما عليهم من الحقوق يبقى كده جمعنا بين الرأيين وكتير من أهل الفضل يعني مالوا إلى الجمع بين الرأيين عشان الإنسان يعني يكون يعني الأمر الصلاة أمر خطير مش عايزين نتهاون فيه قدر المستطاع وإن شاء الله ربنا يعينك يعني وتقضي مفاتك من الصلوات يا شيمان